سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السابق والخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبيس دكتور فاضل بداية أرحب بك في العالم اليوم برأيك في البداية الدلالات الأولية من خلال هذا النداء الطاري وذلك لجمع مساعدات احتياجات لتلبية أكثر من خمسين مليون طفل يعيشون في شمال إفريقيا والشرق الأوسط مساء الخير أولا شكرا إليك حقيقة فلنا نأخذ الرقم اللي كان للنداء في العام الماضي في 2022 كان الرقم مليارين واربعمائة مليون لم يتم جمع إلا تقريبا نصفها في هذا العام ما هو مطلوب مليارين وستمائة مليون للتلاتة وخمسين تقريبا مليون طفل حسب ما نرى هذه المطالبة الدولية من قبل اليونسيف مطالبة واضحة ومشروعة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وذلك لإطعام من يعانون من سوء التغذية الحاد وإضافة إلى ذلك حملات ترقيح ضد الحسبة التي هي عام مهم لصحة الأطفال وأضف إلى ذلك تمكينهم من الحصول على مياه الشرب الصالحة والطهي والنظافة الشخصية علاوة عن الخدمات الأخرى كالصحة العقلية ومقاومة مخاطر العنف وهكذا لذلك هذا الرقم أصبح فعلا هو ما تحتاجه هذه المنطقة وهذا يبين بأن هذه المنطقة لم يختلف الوضع بل زاد سوءا عن العام الماضي ونتيجة استمرار حدة النزاعات في المنطقة ونتيجة أيضا استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية التي يعاني منها سوق الغذاء في كل العالم الدكتور فاضل ما هي الأسباب التي وقفت في عدم تحصيل هكذا مبالغ وذلك لتقديم المساعدات ولتقطية هذه الاحتياجات هي الأسباب في هذا العام والعام الماضي أيضا لكن زادت هذا العام مع أزمة أوكرانيا الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط والطاقة هذه كلها ساهمت في استهلاك ميزانيات الدول المانحة التقليدية أضف إلى ذلك ما حصل من أثر ولأول مرة يكون هذا الأثر بشكل قوي من تأثيرات المناخ التي استلزمت أيضا إجراءات إضافية من ميزانيات هذه الدول من أجل مواجهتها لا ننسى أن هناك أعداد هائلة من اللاجئين الأوكرانيين موجودين في أوروبا وهذا حمل الدول وجعلها أولوية بالنسبة لهم حمل هذه الدول مبالغ إضافية كلها ذهبت من حصص الدول التي تقع في عدة مناطق من العالم وعلى سبيل المثال شمال إفريقيا والشرق الأوسط إضافة إلى ذلك أن هذه الأقام المهولة من الأطفال هم في دول ما زالت تعاني من النزاع والنزاع مجتمر وأيضا في حكومات ما زالت تعاني من الأزمة المالية والتي لا تمكنها من الإفاء بالتزاماتها من أجل احتياجات هذه الأطفال وهذا يقودنا إلى سؤال آخر دكتور فاضل يعني في ظل هكذا ظروف وتمثلها في صراعات في اضطرابات اقتصادية في نزاعات في حروب في تلك البلدان المالية برأيك الأنزالية الناجعة والتي يمكن من خلالها إيصال هذه المساعدات لتلك البلدان المحتاجة سؤال جدا مهم في هذه المرحلة دعنا أولا لا ننسى بأن الدول المستضيفة للاجئين في هذه المنطقة على سبيل المثال سوريا الدول المستضيفة تركية لبنان الأردن تتحمل جزءا كبيرا من ميزانياتها من أجل دعم رفع معاناة عن الأطفال في هذه المنطقة والأمن الغذائي بشكل عام لكن ميزانياتها أيضا لا تسمح وطبعا في تفاوت بين الدول لا تسمح بالاستمرار بتقديم هذه المساعدات وهنا يأتي دور المجتمع الدولي بالالتزام بواجباته مجموعة العشرين والدول الغربية أمريكا كندا أستراليا الاتحاد الأوروبي لا بد أن يقوم بالتزاماته المالية اتجاه أولئ الذين يعانون من أجل إصال المساعدات بسبب بسيط لأن معظمهم بشكل عام كان نتيجة النزاعات والنزاعات نرى أنها في طريق مستعر والحل في طريق المسدود وبالتالي استمرار المعاناة سيستمر أكثر أنت لما تسمع أنه في اليمن تقريبا كل طفل هناك يحتاج إلى المساعدة كل طفل لما تسمع أنه في سوريا ستة ونصف ملايين طفل يحتاجون إلى المساعدة هذه أرقام مهولة هذه أرقام كبيرة بالنسبة لهذه الدول طبعا نهيك عن ما يتعرض له الدول الأخرى يعني السودان لبنان نعم هذه الدول سوريا اليمن وما شهدتهم من تطورات ميدانية ونزاعات وحروب وكذلك عدم استقرار في السودان والأزمة الاقتصادية التي فقامت وتتفاقى ما زالت في لبنان يعني برأيك كيف أثرت على شريحة الأطفال من بعد إنساني وما هي التدعيات التي يمكن أن تلقي بظلالها حتى على الأسر أثرت بعدة أشكال أول شكل هو الشكل الأساسي التغذية التغذية أصبحت شحيحة وأصبحت غير صحية بالنسبة لهم الغذاء غير مغذي لذلك أدى إلى وقوحهم في حالة الهزال والتقزم والكثير من الأمراض التي كانت نتيجة سوء التغذية السبب الثاني والمهم افتقروا إلى أساسيات التعليم التعليم الرسمي وغير الرسمي حتى التعليم البوكر كله افتقده هؤلاء الأطفال نتيجة غياب البنية التحتية اللازمة لذلك نتيجة الصراحة الموجود فيها إذن أنت تفقد الطفل طعامه وتفقد الطفل طبعا طعامه وسحته وتفقد الطفل أيضا تعليمه في هذه المرحلة المبكرة فما بالك في مقدار المعاناة التي يعاني منها أضف إلى ذلك أشكال المعونات الأخرى اللي هم بحاجة إلى كمان رح تكون متعذرة على الوصول سواء لذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى لمن يتعرضون للعنف الاجتماعي سواء بسبب الطائفة أو العنصر أو الجندر إذا كانت امرأة هذه كلها أصبحت مواضيع ثانوية في هذه الدول بينما هي أساسية لملايين الأطفال نتحدث عن أكثر من 52 مليون طفل 52 مليون و700 ألف هذا رقم مهول ويزداد في كل عام إذا لم تتوفر المبلغ المطلوب هذا فقط لليونسيف المليارين و600 مليون لكن هناك منظمات أخرى لديها نداء استغاثة سواء منظمة الأغذية والزراعة برنامج الغذاء العالمي حتى مفوضية شؤون اللاجئين من أجل الاستمرار بتقديم خدماتها وبالتالي دكتور فاضي أين دور الدول المانحة لا سيما الكبرى والمنتعشة اقتصاديا حتى في المنطقة نعلم أن منطقة الشرق الأوسط بها دول غنية يمكنها أن تقدم المساعدات التي تلبي احتياجات شريحة الأطفال في عديد من الدول نعم للأسف الشديد ما زال المجتمع في هذه الدول يعتمد على الدول المانحة التقليدية وأقصد التقليدية الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ولغاية الآن لم نرى الدول ذات الدخل المرتفع بسبب ارتفاع أسعار النفط في منطقتنا الدول الإقليمية في الإقليم هي التي يجب أن تهب لتوفير هذه المبالغ نتحدث أن اليوم سمعت خبر أنه فقط الفائض في ميزانية إحدى الدول خلال ربع الثالث من هذا العام تفوق العشر مليار دولار هذه الفائض في خلال ثلاثة أشهر إذن هذه دولة واحدة إذن هذه الدول لا بد لها أن تقوم هي تقدم لكن تقدم طالما أن هناك دول لديها فائض بهذه الأرقام وهذا الكم هل من دعوات لتلك الدول توجه لإنقاذ الأطفال على وجه الخصوص في هكذا توقيت وهكذا ظروف صعبة تمر بها بعض من الدول العربية في الشرق الأوسط والشبال لإفريقيا نعم هذا المقصود بنداء الاستغاثة هذا والنداءات الأخرى من المنظمة الشقيقة لليونسيف المقصود بأن هذه الدول يجب أن تقوم بدورها خاصة إذا ما علمنا بأن النداء في العام الماضي لم يتم جمع إلا نصف المبلغ بمعنى آخر إذن هذا العام تم جمع النصف معنى ذلك بأنه سوف يتم تقديم المعونة إلى 26 مليون من أصل 52 مليون أو تقديمها منقوصة ل52 مليون إذن لم يتم سد الحاجة وبالتالي استمرار المعاناة واستمرار الأمراض واستمرار كل ما ذكرته سابقا من معاناة لهؤلاء الأطفال في ظل هكذا معاناة وهكذا معطيات تلف بهذا الواقع المرير للأطفال على وجه الخصوص برأيك هل من بارقة أمل يمكن أن تترجم على أرض الواقع لا سيما من الدول المعنية في المنطقة دائما الأمل موجود ودائما ما نحاول أن ندفع بهذا الاتجاه وأتوقع بأن هذا دور المنظمات الدولية ليس فقط عبر إطلاق نداء الاستغاثة ونداء الطلب المعونات العاجلة وإنما باتصالاتها الثنائية مع هذه الدول وأنا أتوقع بأن الأمناء العامون أو المديراء العامون لهذه المنظمات يونسيف منظمة الفاو برنامج الأغذية العالمية المفوضية سوف يقومون بزيارة عديدة لهذه الدول غير التقليدية دول المنطقة الدول النفطية في المنطقة من أجل حثهم على إتمام جمع هذه المبالغ للتمكن من تقديم هذه المساعدة لمن يحتاجها وخاصة نحن نتحدث عن الأطفال تحديدا نعم أشكرك جزيلا شكرا الخبير في الأمن الغذائي بمركز جنيف لدراسات وسفير منظمة الأمم المتحدة أهل الأغذية وزراعة سابقا دكتور فاضل الزعو ترجمة نانسي قنقر